مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة 19 من الطريق إلى كندا اليوم نحن نحكي عن معلومة مهمة وضعي لنا يمكن حلقة ونخلص هذه الحلقات ونشوفكم في سلسلة قريبة إن شاء الله مرحبتين وأهلا وسهلا في الحلقة 19 من الطريق إلى كندا طبعا بدنا ندخل الآن على موقع الهجرة الكندي اللي هو تدخل على جوجل تكتب CIC وبتضغط انتر بتطلع لك أول موقع اللي هو موقع الهجرة الحكومي الكندي بدنا نحكي اليوم عن شغلة اللي هي الوظائف اللي هو كتير ناس بسألوني كيف نلاقي وظائف في كندا طبعا من أهم زي ما انتوا شفتوا أنا دخلت على الموقع الرئيسي بعدين كتبت فيزا وورك وهون رح يطلع لي أهم أحد الوظائف أو أحد الأماكن اللي ممكن تلاقي فيها وظائف اللي هو لا هذا اسمه جوب بانك جوب بانك جوب بانك اللي هو بنك الشغل بنك العمل طبعا خلينا ندخل عليه وورجيكم شغلات تانية ممكن تستفيدوا منها جوب بانك بعطيك الوظائف الحكومية بعض الوظائف الخاصة الشركات الكبيرة بتحط فيها أوكي هذا برضو هو موقع حكومي يعني مش شركة خاصة موقع حكومي خلينا نحكي إنك بدنا نحكي طباق في تورونتو تورونتو أوكي طلعنا مظبوط مش مطلوبة هذه الوظيفة شكلها أو مش موجود طيب نحكي بس طباخ نشوف بدون تحديد المدينة طلعنا 755 وظيفة هذا مثلا في هاليفاكس ندخل عليه هذا بوظيفة في مدينة هاليفاكس نوفا سكوشيا المبلغ من 18 إلى 21 دولار بالساعة رح يعطيك 30 إلى 40 ساعة الشغل بيرمننت يعني دائم وفول تايم هذا بعتبره فول تايم اللي هما 40 ساعة ماكسمم فول تايم لازم تكون تحكي إنجليزي لازم لازم يكون عندك هاي سكول اللي هو الثانوية العامة أو الباكلاورة بسموها سنتين لثلاث سنين بالإكسبرينس إيش تطبخ يا عيني جاءت على ميديتاريان يعني طبيق الشرق الأوسط اللي هو بده سوري فلسطيني أردني لبناني حتى يمكن شوية من العراقي يدخل فلسطيني 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 في المنطقة شوف هون كتبين لك urban area يعني منطقة مدينة يعني منطقة المدينة مدينة صوص شيف هذه الرنك يعني team plan هذا الإيميل اللي بدك تتواصل معه وهذا التلفون إذا كتحكي من الساعة كذا للساعة كذا هذا عنوانهم إذا كتيجي عليهم in person هلا intendant job posting طبعا هون مش كاتبين إنه هون مش كاتبين نهائيا إذا بدهم Kennedy أو international عادة بكتبوا الطريقة هايا نشوف لكم واحد ثاني بكتبوا إنه بكتبوا إنه بدنا واحد الأفضل يكون Kennedy وإذا مش Kennedy هذه ممكن تكونسدر الأجانب هذا نفس الإشي 18 25 30 40 ساعة هي منطقة vancouver في بريتش كولومبيا how to apply هاي إيميل يعني كل المواضيع هون واضحة خلينا نحكي مثلا نشوف مكان ثاني مثلا driver سائق الناس طلع عديش هاني طلع 4500 وخمسمية وثلاثة وثمانين وظيفة هذا bus driver بدهم هون bus driver long haul truck drivers هدول المقطورتين الشاحنات الكبيرة 42 دولار بالساعة آآ آآ driver long haul نفس الاشي 42 دولار بالساعة آآ هدول كل truck drivers بدهم هذا truck driver مطلوب كتير آآ نحكي عن مثلا آآ وظيفة ثالثة آآ مثلا barber أو حلاق مطلوب مش كتير زي ما انتو شايفين 44 anyway هذه الوظائف اوكي هذا job bank الموقع الحكوم لو دخلنا هون زي ما انتو شايفين طلع لي عدة اماكن غير job bank منها لينكتين في ناس كتير تستخدم لينكتين في التوظيف بس هذا من المواقع المشهورة في كندا وفي عنده برضه نحكي آآ وظيفة طباخ شيف فوتو زي ما انتو شايفين انا حطيت المدينة لشوف مثلا غاد ما طلعنا في تورونتو تورونتو هل انا كنت كاتبها غلط ولا لا الشيء تركوني anyway هون بديو يشوف طالع هون طلع هاي فيه كم وظيفة اكيد يعني هون شايفين 60 ل 65 ألف هذا من 70 ألف ل 100 ألف دولار يعني تقريبا آآ يعني مبلغ ممتاز إذا انت بتقدر تحصل على هذه الوظيفة فطبعا دكتورة ديمل هتدخل عليها خلينا نشوف مثلا هاي الوظيفة هون المبلغ هذا المبلغ بالسنة آآ هون كاتبت لك شو اللي مقلوب فول تايم لازم يكون عندك خمس سنين أو الأفضل خمس سنين سوس شوف شيف اعتقد انه يعني زي مساعد شيف كولاناري تويير anyway هذه الشفات بفهموها أكتر مني يمكن كلمات ما بعرفها أنا anyway فهذا موقع ثاني في مواقع ثاني يعني خلينا ندخل عن نفس الجوجل اللي أعطانا هذا اندييد زي ما حكينا الموقع آآ نرجع برا آآ هذا مثلا آآ ووركو بولوس آآ نفس الإشي موقع برضو ل العمل في مواقع كتير في مواقع كتير هلا برضو ممكن تدخل مثلا على الشركات اللي موجودة في المدينة اللي انت بدك يا إذا إذا انت محدد مدينة خاصة مثلا ل النوع اللي جديد اللي حكينا عنه اللي هو المدن الصغيرة جدا روح عليها وشوف مثلا companies in Sudbury سوري هذه الشركات اللي موجودة في في Sudbury مثلا هاي الشركة آآ مثال في عندك حوالي 100 شركة موجودة قاد هاي الشركة بتشوفها بتشوف شك في عندها آآ تنظيف عندهم شايفين في شغل على انديد اللي شفناها أو هذه الناس مقايمين هاي الشركة آآ هاي جوبز خلينا نشوف إذا عندهم شغل هذا الفترونتو فهذا هو عبارة عن الفيديو تبعنا في فيديو سريع ومهم جدا كيف تجد عمل في كندا اعملوا سبسكرايب للقناة بليز وشير مع اصدقائكم عشان تستفيدوا ونراكم في حلقات قادمة إذا عجبك هذا الفيديو عمل لايك وسبسكرايب للقناة وعملوا شير مع اصدقائكم اشتركوا في القناة